السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الأشياء الستة التي يضمن لنا بها النبي الجنة نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ست حاجات لو عملناها فالنبي يضمن لنا بها الجنة وده مين بقى تسيد ولد آدم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اضمنوا لي تعملوا ست حاجات وأنا أضمن لكم الجنة ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ست حاجات لو عملناها النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لنا بها الجنة أول حاجة أصدقوا إذا حدثتم لأن الصدق من جاء يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر هو جماع أنواع الخير كمان عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عيازا بالله فرق كبير بين أن مسلم أو مسلمة يتكتب عند الله صديقين وإن واحد يتكتب عند الله أنه كذاب وبعدين ويوم القيامة طرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عفانا الله وإياكم لأن أسوأ أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله كما قال النبي كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار فالكذب من الكبائر والكذب لا يجوز في حق المسلم أبدا فالمؤمن لا يكذب شفاديه فإذن أول حاجة أصدقه إذا حدثتم هذه أول حاجة طب وثاني حاجة قال وأوفوا إذا وعدتم لما توعد حد بحاجة لازم تكون إنسان وفي إلا إن عجزت عن الوفاء بهذا الشيء بهذا الوعد تمام فتقوله والله أنا وعدتك بكذا لكني والله عجزت عن ذلك فأرجو أن تسامحان يبقى إذا في الوقت ده هيسمحك لكن إن الإنسان يكون من عهده أو من عدته إنه عيازا بالله يوعد دايما ولا يوفي بالعهد ولذلك يعني الإنسان يعلم أن من صفات المنافقين الثلاثة وإذا عاهد غضر وإذا خاص مفجر يعني من ضمن صفات المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان فأذهب إيه من صفات المنافق وإذا وعد أي أخلف فواحد بيد وعد وهو أصلا يعني مبيت النية أنه سيخلف هذا الوعد هذا نوع من أنواع النفاق هذا نفاق عملي عيازا بالله ربنا عافين وعافيكم أما لو كان وعد بشيء لكنه وكان في نية ويوفي بهذا الوعد تمام ولكنه عجز عن ذلك فلا يعتبر منافقا أبدا هذا ليس هذا من صفات المنافقين إنما إذا كان يبيت النية بأنه يخلف الوعد عيازا بالله إذا نتاني حاجة وأوفوا إذا وعدتم لما تدي وعد الحد بأي حاجة إنك تعطي حاجة أو إنك هتقبله أو إنك هتخلص مصلحة أو إنك هتعمل أي حاجة لازم تبيت النية بأن أنت تفي بهذا العهد أما إن عجزت بعد ذلك فلا حرج عليكم شفاديه أما إن كان الإنسان بيبيت النية بعدم الوفاة فهذا نوع من أنواع النفاق يبقى تاني حاجة وأوفوا إذا وعدتم ثالث حاجة يا رسول الله إيه هي قال وأدوا إذا أتمنتم لما حد يأتمنك على حاجة تأدهاله تدهاله وبعدين من الأمانة فقط مش فلوس لو واحد اأتمنك على سر أوعى تفشي السر لأن إفشاء السر هنا يعتبر عيازا بالله خيانة ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين من الخيانة فالإنسان لما يفشي إليك سر أوعى تفشي سره وإن كنت ممن لا يستطيع أن يحتفظ بالسر فلو حد قال لك أنا هقول لك سره قل له لا بالله عليك ما تقوليش لأن أنا ما بعرفش حافظ على سر فبالله عليك ما توقعنيش في الزنب ده قل له من الأول ما تدينيش أي سر لأن أنا ما أقدرش حافظ على السر إنما لو أنت تعلم أن أنت تقدر حافظ على السر وواحد بيفشي إليك سر أوعى تفشي بهذا السر ولو واحد أعطاك مال فمن باب أولى تردله الأمانة أي يعني أدوا الأمانة لمن اقتمنك ولا تخن من خانك ده النبي بيقول لك كده صلى الله عليه وسلم بيقول لك أدى الأمانة لمن اقتمنك وهو لو كان خانك أنت ما تخنوش ولا تخن من خانك شف أخلاق المسلمين وشوف أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأدوا إذا أتوا منتم رقم أربعة واحفظوا فروجكم أي حفظوا فروجكم عن الزنا وعن فعل الحرام لكن لك هناك حلال لا تستطيع أن تحفظ فرجك من ناحيته لوئي الزوجة لك الحق في أن تأتي زوجتك في الحلال أما ما سوى الزوجة فلابد أن تحفظ فرجك عن أي امرأة على وجه الأرض فإن حفظت فرجك فالنبي يضمن لك الجنة صلى الله عليه وسلم رقم خمسة قال لك وغضوا أبصاركم لأن ربنا أمرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وغض البصر هو حفظ للفرج وعدم غض البصر هو فتنة للفرج عيازا بالله لأن الإنسان لو أطلق بصره إلى الحرام فهيبدأ يحتفظ ويخزن الصور دي عيازا بالله ثم يتحول بعد ذلك الأمر إلى رغبة في فعل الحرام فيقع الفرج في الحرام فيقع الإنسان في النار عافان الله وإياكم من النار يبقى وغضوا أبصاركم مطلوب من الرجال يغضوا أبصارهم عن النساء ومطلوب أيضا من النساء أنهم يغضوا أبصارهم عن الرجال مش الرجل بس لمطلوب أن يغض بصره يعني إيه فالإنسان مطالب أنه يغض بصره سواء رجل يغض بصره عن النساء أو امرأة تغض بصرها عن الرجال طيب وآخر حاجة قال وكفوا أيديكم أي كفوا أيديكم عن فعل الحرام وعن أخذ الحرام وعن ضرب الناس بالحرام يعني إيه يعني إننا ممكن بإيدي أشاور إشارة كده أصخر من حد لا كف أيديك طبعا لا تصخر من أحد لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم يبقى إذن أكف أيدي عن هذا ممكن إننا عيازا بالله بكلم أمي أو أبويا فأشوح بإيدي كده لا كف يديك اوعى في يوم الأيام ترفع أيديك أو تشوح أو تعمل إشارة تدايئ الأم أو الأب ممكن أستعمل إيدي عيازا بالله في السرقة لا كف أيديك عن إيه عن الحرام لأنك لو أكلت حراما لا تقبل لك صلاة أربعين يوما ولا يرفع لك دعاء أربعين يوما كف يديك ممكن عيازا بالله أستعمل إيدي في أن أنا أضرب إنسان مظلوم لا كف إيديك وما عيازا بالله هو عتستقوي نفسك على إنسان ضعيف أو مظلوم وتروح تضربه لأنك لابد أن تعلم أن الله عز وجل مطالعون عليك شوفت ديه لما النبي دخل على أحد الصحابة فالآب يضرب عبد عنده العبد ده كان يعني أخطأ عمل حاجة غلط كده فالمم فهذا الصحابة فبيضربه وبيعقبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم أبا مسعود ورحمة كررها مرة واثنين وثلاثة اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الله أكبر بيقول له أنت يعني بتقدر على الصبي الصغير ده فالله أقدر عليك من قدرتك أنت على هذا الصبي الصغير فأوعى يعني تظلم هذا الصبي أوعى تضربه يبقى إذن وكف أيديكم كف أيديكم عن أي شيء يغضي بالله سبحانه وتعالى لو فعنا تلك الأشياء الستة فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن لنا بها الجنة فأسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعننا وإياكم على فعل تلك الأشياء الستة لكي يضمن لنا النبي بها الجنة جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته